موسيقى والجذير بالذكر خليني أبتدي بنقطين كتير كتير مهمة أول شيء أنا وإنت وكل مشاهد مخلوقون على صورة الله وعلى مثاله وينبغي أن ندرك أننا تاج خليقة الرب وينبغي أن ندرك أن هذه الصورة هي الصورة الأدبية الصورة الروحية وبما أننا تاج الخليقة فلنا قيمة عظيمة على قلب الرب موضوع اهتمامه موضوع محبته وموضوع فداؤه أيضا فنحن نرى كمسيحيين مثال المسيح في حياته الخالية من كل خطية في تعليمه اللي كانت بسلطان مؤثرة ومغيرة في نفس الوقت ومنشوف كمان من كلمات المسيح اللي إلها السلطان مطلق كلمات تغير وطبعا أثبتت حياته توازن في الصفات اللي هي منشوف عدالته ولسيما بتعامل مع الناس فالمسيح جاء إلى أرضنا تعامل مع كل احتياجات الأفراد تعامل مع الاحتياجات النفسية والمادية والعقلية والروحية أيضا فالمسيح تعامل مع كل الناس سواسية ما في حد أكبر من حد أو مرتفع على شخص آخر أو كما قال بطرس في عزته بل في كل أمة تتقي يعني اللهم بيرفع خلفية أو لغة أو جنس أو أي شعب على شعب آخر فنحن متساوون أمام الله ونحن جميعا أبناء آدم إلا طبعا ولدنا بروح الله فعندها نستطيع أن نكون أبناء الله بالولادة الجديدة لكننا متساوون طبعا بجميع الإحتياجات النفسية والمادية والعقلية والزمنية وطبعا أهم إحتياج بالإحتياج الروحي وغرض الله لكل واحد مننا لكل مشاهد أن يكون إلنا معه علاقة حميمة جدا ونحن مخلوقون لكي نمجده ونسبحه ونكرمه أيضا ونرضيه في كل شيء في حياتنا موسيقى 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 موسيقى